السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد يستخدم بقشات جي بي تي. في ان هو يخليه مخصص في ان هو يعمل لك اوتو لزب للوتو كيت. كل عليك ان انت تيجي هنا وتقول له انت عايز تعمل ايه يعني مثلا سام زا لاينز. اجمع لي اطول الخطوط مثلا او اي حاجة انت عايزها. كل عليك ان انت تكتبها له وممكن ترفع له ملف وورد او تيكيس انت كتبه. اللزب مسلا او في لزب انت كتبته وحصل فيه غلطة فتبدأ تقول له صلح لي تمام? الغلط دوت ممكن تقول له اعمل لي قدتو لزب كود يعمل كزا 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 تمام? ايه مثلا حاجة معينا هيبدأ بقى يقول لك ايه ايه اللي انت فقط تعمل طيب. ممكن اقول له انا عايز حاجة مسلا كريات مثلا سري دي بوكس. او هيعمل مسلا برج اي كود انت عايزه ويبدأ ان هو يعمل لك الكود. اهو. كل عليك ان انت تنسخه وتحطه في ملف تيكيس تكون امتداده دوت ال اس بي. وبيشرح لك الكود ممكن يعمل ايه? بيقول لك ديفاين سي كريات سري دي بوكس. يبقى انت لو عايزة تستدعيه هتكتب سري دي بوكس. وهنا بيقول لك ملحوظة ان بي وان ده لينس ويتس هاي. بيقول لك هتسأل اليوزر ان هو يدخل النقطة الاولينية. وبالكده تسأله انت اللينس ايه والويتس ايه والهاي ايه? فيبدأ اعمل لك البوكس بالمعلومات اللي اليوزر هيدهله. دي حاجة جاملة جدا ان انت تتخصص شات جي بي دي في حاجة معينة. مثلا اا ميك بيرج. شوف انا كنت عامل لزب قبل كده وانتشر بشكل كبير كدت فكرته بسيطة ان هو خلصت الملف فبيتأكد ان الملف بتاعم فوش مشاكل والمشاكل بتكرر كتير بيشيلها وبعد كده سايف. تمام اهو. تعال نشوف اللزب. اول ما تقول له اكتب لي اللزب دوت. هيبدأ ان هو اعمل لك الامر بتاعه. او اضافه او اضافه على الكود اللي قبل كده. قال لك امر بيرج هوت واوت هو بيسألني عايز تعمل كل حاجة اقول له قول. وبعد كده اعمل لك يوسيف. دي او اضافه على الجزء اللي كان فوق. تمام? فدي حاجة ممتازة جدا ان هو في حاجات متخصصة للاوتوليسب. يعني بقى عندنا تقدر تعمل اوتوليسب بالزكاء الاصناعي. دي طبعا حاجة كتيرة جدا تقدر تختار ايه الحاجة اللي مناسبة لك في آآ الشغل بتاعك. يعني في حاجة هي خاصة بالبدي اف. تمام? تقدر ترفعه له وتسأله. ممكن واحد يعمل لك اللوجو. حاجة كتيرة جدا جدا في الموقع دوت. هسيب لك الاثنين بحيس ان انت تقدر تسبل منهم الاثنين. لو انت عايز تعلم لغة تيجي هنا وتبدأ تشوف ايه اللغة اللي انت عايز تعلمها. تمام? وتبدأ تدردش معاه وتتكلم وتغلط ويصلح لك وهكذا. لو في موقع حلو ازا كده يريد تقولون عليها ويريد تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان تستمتعوا بكل جديد.